هذي مراجعة للجيل بري فيس طيب في البداية خلونا نتكلم عن مسمى السيارة لأن مسمى السيارة شوي غريب بري فيس بري فيس يعني بالعادة بري الشي اللي قبل وفيس اللي هو وجه فقبل الوجه ما أدري صراحة ليش سموها هذا الاسم ولكن بغض النظر بغض النظر مسمى السيارة يعني سهل شوي انك تقوله بري فيس للأمانة هذه السيارة صراحة فيها نقاط كثير إيجابية وفيها نقاط أو ملاحظات كثير عليها فجاية في النص لكن قبل لا نبدأ الفيديو ترى مع المعلومية أنا راح أقولك في نهاية الفيديو أني نصحك في السيارة لكن خلك معي عشان أقولك ليش نصحك في السيارة وإيش الملاحظات اللي عندي لو ما كانت تناسبك شوف الخيارات الثانية طيب أول شي خلونا نبدأ مع أسعار السيارة السيارة تجيب فئتين حاليا وهذه هي أسعارها خلصنا موضوع الأسعار خلونا الحين نركز وش تجي في البريفيس أو وش هي البريفيس البريفيس هي تعتبر ثاني سيارة سيدان حاليا متوفرة في جيلي متوفرة عندنا طبعا مع وكيلها الأعلان للتجارة عندنا السيارة الأصغر منها الإميقراند وصراحة سيارة تعتبر ممتازة جدا خصوصا لما نروح لسعرها والثانية هي البريفيس أختها الأكبر إذا جئنا مثلا من ناحية أطوال وأبعاد السيارة في البريفيس أقرب ما تكون منافس يعني تقريبا للتورس الجديدة وفي نفس الوقت ممكن ندخل معها المازدا 6 فهي تقريبا في هذا الحجم ولو أنها شوي تتفوق على التورس من ناحية الحجم شوي أطول من التورس وهذا الشيء راح نلاحظه لما نتكلم عن المراتب الخلفية وقديش المراتب الخلفية في السيارة تعتبر حجمها يعتبر جدا ممتاز واحدة من الأشياء اللي حابة أتكلم عنها برضو عن البريفيس موضوع المكينة فإذا جئنا المكينة فالسيارة فيها مكينة 4 سلندر 2 لتر تيربو هذا الشيء ممتاز إنها 1.5 يساعد من أن يشيل وزن السيارة بشكل أفضل يعطي اعتمادية أكبر من أنه لما يكون محرك صغير 24 ساعة مضغوط وانت تسوق السيارة ف2 لتر تيربو بقوة 215 حصان برضو عدد الأحسن في السيارة يعتبر ممتاز وإذا جئنا للعزم فهو 325 نيوتم متر ممتاز جدا طبعا السيارة تجيب دفع أمامي وموصولها بقير من سبع سرعات يعني ما فيها CVT طبعا إذا جئنا نتكلم عن المواصفات ما شاء الله يعني المواصفات في السيارة ممتازة جدا عندنا أول شيء إنارات ريليدية عندنا الإنارات النهارية الموجودة هنا زي ما تشايفينها برضو عندنا حساسات أمامية وعندنا كاميرا أمامية تنبيه عند الخروج من المسار والحفاظ عن المسار طبعا في نقطة يعني الرادار وموضوع الرادار وقيادته دائما في السيارات اللي أسعارها يعني من المية ونازل حتى من المية وعشرين ونازل قليل جدا تلقي سيارة أداء الرادار فيها يعتبر ممتاز إما أن يهدي بقوة أو يعطي مسافة بزيادة كبيرة بينك ومن السيارة اللي قدامك موضوع يعني أن السيارة تكون في المسار حقها أو يكون في المسار حقها بس شوي تحسن ردات فعل السيارة ما هي أفضل شيء وهذا شيء طبيعي يعني نظام وسيستم زي هذا ما هو رخيص فلما يعني تبغى تحطيه على أكبر عدد من السيارات وفي نفس الوقت تحافظ على الاقتصادية علشان ما يكون السيارة عالي فهذا الشيء أكيد يؤثر على جوجته في النهاية أفضل من أن يكون سيارة ما فيه هذا النظام هذا النظام تقدر توقفه نظام الرادارة أو نظام التنبيه عند الخجم المسار وتدخر الدركسون هذه كلها أشياء تقدر تطبيها عن طريق الشاشة ولكن في نفس الوقت لا تحت بالك أنه مثلا أنظمة القيادة هذه تقارم نفس السيارات اللي أقامها 300 و 400 و 500 و 600 ألف ريال لا أكيد فيه فرق كبير في الجودة بين هذا النظام وهذا النظام فهذه كانت وحدة من الملاحظات على السيارة التصميم السيارة الامامي سيعتبر جميلا إذا ت lockingنا التصميم الشبك الشبكي السيارة كبير و حسب كلام جيري وكان له شلال و لكن التصميم الشبكي لِالأماما يعتبر جميلا من ناحية وجهية السيارة ماندي عليها أي كلام فيه نقطة حتى أتكلم عنها ولكن سوف نقولها على الجنب مع مواصفات السيارة و شكل سيارة الجانبي طيب إذا تروح Jinro في الأول خلق مقاسة 18 إنش باللون الأسود والكليبرات في التصوير لونها أحمر لكن مع الشرائح الكثير الموجودة في الجنط ممكن ما يبين كثير شكل الكليبر طبعاً لون الأحمر هذا ما يجي على الفئة الآلة لأنها هي فئتين بس عندنا برضو نقاط عمية وعندنا كاميرات جانبية وعندنا حساس أو دخول بصمة مفتاح ذكي دخول ذكي مهما كانت الأسماء وللأمانة النظام في هذه السيارة بالذات يعتبر ممتاز جداً أنت مجرد ما تقرب من السيارة السيارة تتحسس تفتح الباب في الوقت الصحي يعني مثلاً لما أقرب من السيارة أول شيء تستقبرك بأنها تفتح الأنوار لكن ما تفتح لك الأبواب أنت مثلاً مو قريب بشكل مناسب أنها تفتح لك الأبواب ما زال في مسافة فأول شيء ترحب فيك أنه أوتر أنا حسيت من المفتاح أنت موجود قريب لما تقرب أكثر حتى تحط يدك على الباب فيها خاصية أنها تفتح بواب السيارة مباشرة صراحة النظام هذا مر ممتاز وشتغل معي في هذه السيارة بشكل جداً رائع وكذا يعطيك حساس يعني أنه السيارة دائماً مرحبة فيك وما يحتاج حتى التعب نسيك حتى لما تقفل السيارة مجرد ما تطفي السيارة تسك الباب أمش شاياً معك أغراض شيء لا تطلع الريموت أو تلمس الباب ما يحتاج أنت أبعد عن السيارة وهي راح تكفل من نفسها فهذه مثلاً من النقاط الجيدة واحدة من النقاط اللي حابة أتكلم عنها موضوع الشاسي حق السيارة CMA CMA يمكن هذه أقل سيارة من جيلي حطوا عليها الوقوات CMA أنا ما شفتها إلا بس في العلامة الخلفية راح لنجي نصور سيارة نور راح تكلم عنها CMA هو الشاسي الخاص بجيلي وفولفو هذا الشاسي تم تطويره عن طريق شركة جيلي وشركة فولفو طبعاً كلنا نعرف الحين أنه جيلي تملك أو واحدة من الشركات اللي تملكها جيلي هي شركة فولفو فقام بتطوير هذا الشاسي مع فولفو بتخنيات فولفو فعلى أساس أنه هذا الشاسي يعطيك أفضل صلابة أفضل عملانية وفي نفس الوقت أفضل رساوة للسيارة ورح نتكلم عن موضوع الرساوة شوي فهذا الشاسي أرجع أقول في سيارات جربتها قبل من جيلي تلقىهم حاطين CMA على المراتب CMA تحسنها فئة أكثر من أنه أوه ليش أول مرة تناظر سيارة تحط تعنامات الشاسي أو اسم اختصار الشاسي في كل مكان داخل السيارة هذه أقل سيارة حطوها عليها يرجع هذا السبب تسويقي وغير تسويقي موضوع التسويقي أنه كانوا في البداية أريد أن أعلموا الناس أنه أوه أبحث عن شاسي CMA اللي هو ما أخذ من فولفو اللي يستخدم فعلياً على بعض سيارات فولفو وفي نفس الوقت يستخدم كثير من سيارات من سيارات السيو في أو حتى من سيارات السيدان زي ما نرى موجودة على البري فيس هذا الشي يضيف طابع من الأمان يضيف طابع من الصلابة للسيارة وتقنية تعتبر تقنية أوروبية وكلنا نعرف كيف شركة فولفو متميزة جداً إذا جينا الموضوع الأمان وبرض من بعض النقاط التي نتكلم عليها عندنا هنا عندنا تاكن بنزين طبعاً السيارة تأخذ بنزين 95 حجم التانكي 50 لتر فقط حسب تجربتي شخصية للسيارة عبدت سيارة فل صفرت العداد وبعدها اتجربت السيارة بين استخدام مدينة واستخدام مخطوط تقريباً السيارة في أفضل أحوال تمشيك 500 أو 30 كيلو أنا شخصياً مشتني في حدود 500 كيلو يعتبر الممشى حق السيارة جيد جداً تمنيت التانكي أفضل لأن أتكلم عن منافسين الجيلي أطول مثلاً من التوريس لكن حجم التانكي فيها شوي أصغر من التوريس مع العلم أن بطاقة كفاءة الطاقة تقول دقيقة 18.7 وصراحة تعتبر ممتاز بلس وهذا شيء يحسب للسيارة 18.7 وممتاز بلس مرة ممتاز يعني لو كان حجم التانكي 60 لتر أو 65 لتر مثل أغلب السيارات اللي في هذا الفياء معناها السيارة ستمشيك في حدود 650 كيلو حتى أفضل 650 كيلو حسب تجربتي هذا قياساً ممتاز بطاقة كفاءة الطاقة هذا قياساً على تجربتي أنا إذا 50 لتر مشتني 500 كيلو فم باب أولا 60 لتر ستمشيني 600 كيلو يعني أتوقع كذا لكن بغض النظر فهذا اللي شفته من ناحية موضوع يعتبر جيد في المناطفات ولكن في نفس الوقت فيها شوي زحلقة طبعاً يدخل على طول التراكشن ونظام التراكشن في السيارة شغال بشكل جيد لكن أعتقد هذا يرجع أكثر نوعية الكفرات ممكن لو شرت هذه السيارة وبعد فترة من الاستخدام طبعاً نطيرها على طول لكن بعد فترة من الاستخدام لا تركب نفس الكفرات اللي على السيارة جرب تركب شيء يكون التراكشن فيه أفضل شيء معروف يعني أنه تماسك أفضل أعتقد راح تختلف سواقة السيارة بشكل جداً كبير طيب إذا تصميم السيارة من وراء أول شيء سنلاحظ نارة اليد المتصلة في الخلف بالإضافة إلى الحساسات الخلفية وعندك كاميرا خلفية وزي ما قلت لديكم كتابة بري فيس وهنا عندك حجم مكينة 2 لتر تيربو وعندنا المتصلة المتصلة الذي قلت لكم عليه النظام الشاصي في السيارة وعندنا كتابة جيلي شكل السيارة من وراء نقطة إضافية أربع فتحات للإكزوز مع العلم أنها أربع فتحات حقيقية صراحة مستغرب لكن في أربع فتحات للإكزوز إذا دينا شكل السيارة من وراء شكل السيارة من وراء الجم تشعر أن أقل شكل فيها تناسقا يعني ليس أكبر معجب هذا من ذوقي الشخصي طبعا لا أشوف أنها أحلى سيارة من وراء لكن في نفس الوقت لا أشوف ها خصوصا في الليل شكل السيارة مع LED جاء مرتبة شوية طبعا عندنا زر فتحة الشنطة موجود هنا مجرد لا تضغط الشنطة لا تفتح بسبب المساعدات التي فيها لكنها لا تكون شنطة كهربائية وحجم الشنطة على فئة السيارة يعتبر ممتاز لكن مع الأسف لا يوجد حجم الشنطة باللتر وهذه دائما مشاكل مع السيارات الصينية أنه دائما أو بسهولة تجد حجم الشنطة الخاصة بالسيارات الصينية لكن حجم الشنطة بالنظر يعتبر جيد سأشيل كثير من أغراضك بالنسبة للمقاعد الخلفية في السيارة فأول شيء سنلاحظ مساحة الرأس فيها ستعتبر جيدة ومساحة الرجول ممتازة بالإضافة لأن تقدر تدخل رجولك تحت المرتبة تساق مرتفعة وهذا يعطي رحابة أكبر وراحة أكثر بالإضافة لوجود التكييف وأداء التكييف المقاعد الخلفية يعتبر جيد وعندنا فتحة USB وفتحة USB C ودرج إضافة لتخزين أي أغراض تحب تضع عينة وعندك فتحة السقف البنورامية إذا نحن لداخلية السيارة فأول شيء سنلاحظ صراحة في الداخلية تصميم المراتب والجلد اللي عليها التخريم ولمسات الجلد تعطيك أريحية وشكل فخم للسيارة طبعا المراتب تعتبر صراحة مريحة نوعية الجلد في السيارة يعتبر جيد ما هو أعلى نوعية الجلد وهذا شيء عادي يعني يرجع الحكم السيارة لكن في نفس الوقت الجلد المستخدم في السيارة متاذ في تخريم عشان يساعد على التهوية وفي نفس الوقت في الفئة الأعلى فيها تبريد للمقعد لكن تحت الظهر ما لا تبريد فالتهوية حقتها لكن شغار بفكر جيد أما إذا جدينا باقي التصميم فنفس الشي يعني تصميم الكنسول يعطيك بساطة كذا حطينك الشاشات الكبيرة وفي نفس الوقت مبسطين كثير جاي عندنا الطبلون باللون الأسود طبعا طبلون جاي من البلاستيك لكن فيه ليون شوي يعني تحس كأن فيه فوم مع إضافة خياط عليه فيعطيك كأنها وحياء بين جل فهذا الشي جيد السيارة قرأت كلمة إرباق إذا جين نتكلم عن الرباق في السيارة فيها إرباق الأمامية والرباق الستارية فصراحة من ناحية الأمان السيارة تعتبر جيدة طيب إذا جين نتكلم عن تصميم الدروكسون فالتصميم الدروكسون مربع مشابه لأغلب سيارات جيلي الجديدة تقريبا بنفس التصميم على الإسار جاي عندنا المثبت السرعة والرادار وغيرها من الأشياء التي تستطيع تحكم فيها بهذا الخصوص وعلى اليمين جاي عندك التحكم بالصوت والتحكم بالأمر الصوتية وبعض الإعدادات الثانية وعندنا في النص الشغلات لكن جميل أنه جاي عندك شاشة في النص عندي ملاحظة وحدة التي هي موضوع مثبت السرعة تمنيت أن السيارة يكون مثبت السرعة فيها أكبر من كذا ما هو واضح خصوصا لما تكون لابس نظارة شمسية أو شي ما راح تشوف ها واضح الأرقام مثبت السرعة صغيرة يعني أنت تشغلت مثبت السرعة متأكد مثبت السرعة محطوضة على كم لازم تفسخ النظارة وتقرب من الشاشة عشان تشوف ها بس تمنيت لأنه لوغو مثبت السرعة أكبر بحيث أنك تعرف أنت مثبت السرعة على كم يعني العدات شغال طبيعي لكن نفس مثبت السرعة اللي يجب اللون الأخضر اللي المفروض أنت مثبت عليه مو أفضل شيء أو مو أكبر شيء بس تمنيت كم ملاحظة أنهم يكبرون في سيارات جيلة الثانية وزيكر جربتها قبل السيارة هذه كان فيها هدف تسليه وحجم هدف تسليه ممتاز فلما تشغل تصري يبين لك الأرقام بشكل واضح لكن هنا لاحظت أنه هذا الشيء مو أفضل مو أفضل فأتمنى يحسنونها في الموديلات الجاية وخصوصا أنها من الموضوع مجرد شاشة فهي تعديلات على السيستم لا أكثر إذا جينا للنصف عندنا الأيباد الكبير حجم 13.2 إنش مع الأسف أنه يفتقر للأبل كار بلاي والاندرويد أوتو جيلوا وعدتنا أنه في 2024 سيوفرون للأبل كار بلاي والاندرويد أوتو توفرت في بعض سياراتها لكن للأسف أغلب السيارات ما زالت بدون أبل كار بلاي وبدون أندرويد أوتو أتمنى تتوفر في أقرب فرصة ما زالهم شغالين على هذا الموضوع واتكلمنا معهم أكثر مرة عن هذا الموضوع لكن لأسف لا موجودة لكن للمعلومية ما هو سبب أنك لا تشتري سيارة تستطيع تركب منظام أبل كار بلاي من طريق بعض الأجهزة التي تستطيع تشتري أجهزة من أمازون أو علي بابا أو عليكس بلاي وبساطة يكون حتى بلوتوت لو حبيت الأبل كار بلاي فيها فإضافة الأبل كار بلاي مو أصعب شيء لكن بقط بس تمنيت أن يكون موجود من المصنع لا تفطر أنك تتدور عن طريقة تثبيت نظام الأبل كار بلاي فيها نظام مختلف مفصل موجود بالنسبة للكاميرات في السيارة فيها 4 كاميرات فهي 360 درجة جودة الكاميرات في السيارة صراحة تعتبر جيدة جدا حبيت لو كان فيه اختصار يحطها على طول مباشر قدامك في الشاشة لا أعجز تلقى هذا الاختصار طبعا الشاشة تقدر شوية على البرامج الموجودة عليها والخلفية حقتها لكن موضوع أنك تحط الكاميرا مباشرة هنا هذا ما لقيت لكن برضو الوصول لها أبدا موصع بالكاميرا 360 درجة لكن كانت رح تكون أحلى لو كان كده زر مباشر كثير فقط إذا جينا نتكلم عن النظام الصوتي في السيارة في النظام الصوتي في السيارة من انفينيتي وعندنا برضو حطي لك سماعات هنا في تكاية الراس من ضمن الأشياء في السماعات طريق العددات تقدر تخلي كل شي تشغل في السيارة يشتغل بس من سماعات الراس بحيث لو كان معك ركاب نائمين في الليل ما تزعج تكون بس سماعات تشغال نفس الشي لو جدتك مكالمات أو توجيهات حق نظام الخرائط كلها تشتغل على السماعات الراس وقد تقدر تشتغل على كامل السماعات فهذا الموضوع راجع لك طبعا سماعات الفنتين على السيارة أداءها صراحة يعتبر جيد لكن مو ممتاز جدا مو خرافلة لكن يعتبر صراحة جيد أفضل من ولا شيء وأفضل من الفئة الأقل لكن تمنيت انجودة الصوت تكون فيه أفضل من كذا إذا جينا برضو هذه أهم التفاصل قطة سلبية نتكلم عن نقاط الإيجابية أول شيء أداء التكييف يعتبر جيد جدا والتحكم بالتكييف فيه طرق كثيرة تتحكم فيها بالتكييف من ضمنها وضعية الأوتو وضعية التهوية حقا المقعد التي قلت لكم عنها تقدر تخليها مربوطة بوضعية الأوتو بحيث أن لما تشغل السيارة على الأوتو السيارة يتشغل المقعد تتحكم حتى كم مربوحة تشغل وضعية الأوتو في السيارة فيها أكثر من ضعية مثلا حطيت درجة 22 ووضعية الأوتو الأوتو تتحكم قوة مراوحة كم مربوحة بالأوتو وشتغل عليه فهذه نقطة مرة حلوة لطفيت الأوتو تتحكم بالمراوحة بشكل عادي تمنيت لو كان فيها اختصار لأن شفتها على سيارات ثانية تبع جروب جيل التي هي زيكر ومجرد تمرر على الشاشة بطريقة معينة المروحة تكسر أو تطول في الـ الـ لا لازم تدخل على قائمة التكيف وتعدل هذا الشيء عن طريق الشاشة حقتها وعن طريق القائمة حقتها ليس مبارة تتاكم فيها من ضمن الأشياء التي أريد تتكلم عنها أزرار مساحة تخزين قدامها جاي فيها زي الجلد وليس جلد تقريبا بلاستيك ولكن يعطي ملمس جلد مساحة تخزين ترصحت فيها البوك الجوال أو أي أغراض تبع تحت الشاشة مباشرة لا شاحن لاسلكي هنا أزرار لدينا الفرار الأول أو الزر الأول تتحكم بالصوت جانب الراكب وفي النص اختصارات للتكييف إختصارات موضوع لو جاء لديك ضباب على الجزاز الأمامي أو الخلفي فلديك زرار مباشرة تستطيع تحكم فيها وفل شار وزر الاس وزر اوف لو بغاية الطف المكيف بدون ما ترجع للشاشة فكل هذه الاختصارات موجودة تمنيت هذه الملاحظة صحيحة لو كان فيه زر خاص بالتحكم بالمروحة لا يحتاج درجة الحرارة تدخل على شاشة وتعدلها لأنه مو دائما تعدل درجات الحرارة بشكل كبير لكن المروحة ممكن تعدلها في مشوار مرتين ثلاث مرات فتمنيت بس هذا الشيء موجود حطين لكم الفرارة لجهة الساق وضعيات القيادة وعندي نقطة على هذا الموضوع اول شيء إذا حطينا فضعية ريكو اداء التكيف يخف إلا لو كانت حاطة على الوضع اليدوي على الوضع الوضع لأداء التكيف يخف لكي يحافظ الوقت إذا حطيت على وضعية الكمفورت الامور تمام إذا حطيت على وضعية السبورت صراحة هذه أفضل وضعية القيادة السيارة من ناحية قوة السيارة إلا يصير مر وضعي في السيارة لأن السيارة دائما تكون جاهزة أنك ستدعس فيها فدائما استيابة السيارة تكون ممتازة فوضعية السبورت هي أفضل وضعية طبعا كل مرة تفصير وتتشغل ترجع الوضعية الكمفورت الشيء الثاني عندي وضعية سبورت لكن ما عندي شفترز هنا فما تقدر تتحكم بالقير هذه واحدة من النقاط أن السيارة هي بشكل نهائي لا عندك دي لو ولا عندك شفترز ولا عندك أي شيء فهذه كانت نقطتي أن حط وضعيات تغيير القيادة عن طريق الشاشة باختصار هنا مثلا تنزل الشاشة ويكون قدامك على طول وضعيات القيادة وتقدر تغيرها وخلي لهذا الزر زر للمروحة بحيث أن أستطيع أتحكم بالمروحة خصوصا أرجع أقول أن 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 أصم حط السيارة أو ما هي للسيارة أن أنا أقدر تحكم بالقيل حق وعشان أقول وضعيات القيادة مهمة في السيارة هذه فهذه كانت وجهة نظري ملاحظة على السريع أرجع أقول الملاحظات التي أقول ها لا تشتري السيارة في النهاية الموضوع يرجع للي يستخدم أنا أداء التكييف في السيارة يعتبر جيد جدا إذا جينا في النص فعندنا الدرجة يرجع الوراء بشكل جميل ولا تشعر أن هناك الكسرات ينحني على وراء لكن لا الكسرات هنا فما يعطي تصميم جميل كأنها قطعة واحدة لدينا مساحة تخزين إضافية وعندنا اثنين حوامل أكواب وعندنا مساحة تخزين تحت والإضافة إلى فتحة USB ومخرج 12 فولت موجود هنا وتقريبا هذه السيارة مقدامة لنأخذ فيها مشوار على السريع وأعطيكم رأي في السيارة وأنصح فيها المين بالضبط وشوف تصلح المين هذه السيارة بالنسبة لتجربة قيادة السيارة أول شيء أحب تكلم عنها من ناحية تركسون ففي نعومة في الدركسون وفي التوجيه حق الدركسون صراحة يعطيك راحة أكبر أنا حاطت السيارة في وضعية محطوطة في وضعية الإنتلج أنت تتوقع خليها في وضعية السبورت زي ما قلت أحلى وضعية ممكن تسوق فيها السيارة هي وضعية السبورت طبعا لا تخيل وضعية سبورت إنه سيارة رياضية أو شيء لكن في نفس الوقت ما راح تكون أفضل شيء من ناحية اقتصادية الوقود وفي نفس الوقت راح تكون أفضل واحدة إسجابة يعني بغير تتجاوز سريع إسجابة السيارة تسارع السيارة وقوتها يعني تعتبر جيدة تسارع السيارة الرسمي من جيلي تقريبا 6.9 ثانية راح تكتبكم الرقم إذا ما كان هذا الرقم صحيح فتقريبا في حدود 6.9 ثانية يعتبر جيد جدا يعني من فترة ما هي بعيدة إذا كان الرقم هذا دقيق من فترة ما هي بعيدة كانت سيارات 6 سلندر للسيدان مثل الكاميري والماكسيمة تسارع في حدود 6.5 فأربع أجزاء من الثانية على أربع سلندر أبدا ما هو بعيد فيعتبر جيد جدا يعني حتى الآن السيارة وإلا ما شاء الله تمشي توصل 120 يعني بكل سهولة يعني بسلاثة وصل 120 ما تحتاج أنها يعني تبدل مجهود عشان توصل إلى سرعة 120 طيب كيف عزل السيارة إذا جينا من ناحية العزل الأرضي نص ونص يعني جيد لكن ما هو الأفضل على الشوارع الناعمة لا راح تلاخذ الموضوع ما راح يكون موضوع مزعد على الشوارع أكثر خشونا طبعا العزل الأرضي ممكن يتحسن أكثر مع تغيير الكفارات أنا قلت لكم لما تكلمنا عن السيارة من الجنب أن الكفارات التي على السيارة ما هي أفضل من ناحية التماسك ون نقطة إضافية ما هي أفضل حتى في الس كلاس على السطح وشكل هذا الشكل مصفح عموما نرجع مرة ثانية حتى الكفارات لا أعتقد أن هذا أفضل كفار يكون أداء على السيارة وقت تغير الكفار يمكن تركب كفار أفضل هذا سي فرق معك سواء من ناحية الأرضية أو تماسك السيارة سيفرق معك كثير من ناحية العزل الهواء للأي بيلر لا أنا أشوف السيارة ستعتبر جيدة جدا بشكل المسدل لا بشكل عام لا تشعر أن الهواء يضرب في السيارة فهذه نقطة جيدة من داخل السيارة لا تشعر بزعاج المكينة وممتازة أكثر صوت من خارج السيارة يمكن أن يقلق صوت الأرضية وارجع أقول لو غيرت الكفر النعم وأليا أو سي أليا معك وشي الثاني سي قل بها و سي ألطف السيارة ما العلم أنه أنا أعتقد ضغط الكفرات إلى الآن ناس يغير أخذ السيارة كان ضغط الكفر 46 على كفر وأقل كفر 45 PSI مرة عالية المفروض تكون على 35 لكن السيارة كانت مخزنة فما غيروها والوكالة أعطوني السيارة بدون ما يغيرونها وأنا نسيت أغيرها فتخير أن السيارة علينا معي وهي على 45 فما بارك لو نزلت ها على 35 ستكون عليم فالصوت السيارة جدا جميلة من هذه الناحية طيب الآن دعونا نتكلم نقطة سريحة حجم السيارة وإيش الهدف من السيارة وسأل السيارة نقدر نأخذها من أكثر من منع يعني من جهة نقدر نأخذها من جهة أنه سيارة أو 12000 وتحس السعر غالي لكن في نفس الوقت لما تنظر منافسين من ناحية الحجم فأقرب منافسين لها هي المازدا 6 ومازدا 6 صراحة سنوات طويلة لما تغيرت ما عندنا أي نقاش في موضوع اعتمادية مازدا وأنها سيارات فعلا اعتمادية وسيارة يابانية لكن برضو سعر أعلى من سعر الـ Preface وأقل بكثير من ناحية المواصفات إذا لم نتكلم عن فئة الفول كامل أما إذا نتكلم عن المنافس الأهم بالنسبة لي حتى من المازدق نرجع ونقول ياباني أنا أريد أجيبها للي قريب منها الفورد التوريس الفورد التوريس علامة أمريكية لكن في نفس الوقت من زمان والسيارة صارت تتصنع في الصين أصاسا التوريس الآن في الصين لا تنباع حتى بعلامة التوريس لكن في أسواق نتيجي أنها علامة التوريس كل هذا الكلام ميهم مني أنا أريد أن هذه السيارة حجمها مر مقارب للتوريس لكن هي أطول من التوريس التوريس تقدر أعراض يعني كل وحدة ولها مميزة إذا نحن التصميم الوجهية أثنين تصاميم رهيبة ووجهة نظري هذا الذوق الشخصي أنا أرى الفورد التوريس أجمل مع العلم أن الجيلي في الليل لأن نارات اللي يدي لا تكون شغيرة في الليل لشكل السيارة جميل لكن هذا الموضوع تماما يرجع المسألة الذوق يمكن أن ترى هلوة 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 موضوع مختلف موضوع ذوقي سيارة الجيلي أطول حجم المقاعد الخلفية أفضل وأريح من التوريس لكن لماذا ألف ودور حول التوريس لأن التوريس سنعة صينية بتقنيات فورد نعم لكن سنعة صينية تعار التوريس مقارنة شيكت عليها قبل أدخل البلاتينيوم في التوريس تحصل من 140 إلى 150 ريال فتتكلم عن 40 إلى 50 ألف ريال زيادة عن قيمة البريفيس أوكي فيها مواصفات أفضل ممكن فيها سنفورت لكن خلونا نتكلم عن الشخص اللي حاب يشتري أو ياخذ أكبر عدد من المواصفات وسيارة وحجم بأقل مبلغ يقدر يدفع يعني ممكن للناس قادر أنه توريس 150 يلا أخذ 150 لا أريد أن أشتري سيارة تناسبني بمواصفات مناسبة لي بأفضل سعر أنا أفضل هنا أنا أشوف الجيل بريفيس أفضل وفي نقطة ثانية أنا أشوف الجيل بريفيس برضو تفوق فيها على الترس موضوع الضمان الضمان بريفيس سبع سنوات أو 250 ألف كيلو بمعنى إذا أنت طالب جامعي إذا أنت تريد أن تشتري سيارة تبسك فيها خطوط بسيطة أو مثلا دوامك بر المدينة التي أنتشغل فيها فتطر تذهب مثلا عند سكان الرياض ودوامك في المجمعة وتروح وترجع كثير على الرياض موضوع الضمان الطويل هذا الممشى الطويل يعطيك راحة نفسية غير هذول الناس اللي يستخدمونها برضو إذا جئين لنقطة الناس اللي يستخدمون السيارة مثلا ويشتنون سيارات عشان يستخدمونها في أوبر وكريم وغيرها من التطبيقات السيارة رح تكون مرة ممتازة أولا تقدر تقضي مشاويرك الخاصة على السيارة بدون ما تشيل نعم الشيء الثاني مساحة المقاعد الخلفية ممتازة فلما يركبون مع الناس برضو ما تشيل سيارة مريحة وشكلها جميل ومرتبة من وراء ومقاعد الجلد وفتحات تكي وفتحات يوز بي كل شيء موجود فيها في السنة 30-40 50 ألف في السنة الوحدة أو حتى لو كان أكثر فعند 250 ألف ممشى فتكون تمشي في السيارة وتستخدمها وانت مرتاح وهذه النقطة اللي أنا أبغى الشخص اللي يشوف هذا الفيديو هو يعرف يقيم هو الشي بي أنا ما لدي تجربة مطولة مع الفورد الترس للأسف للحين ما جاتني لفرصة أني أخذ سيارة من فورد وأجربها لكن في نفس الوقت البري فيس من جيلي صراحة مرة ممتازة في هذه الفئة تعتبر أحدثهم شاشات أنظمة مثل بتسرعة وموضوع السعر وموضوع مرة ثانية الضمان هذه كلها لما تضعها في واحد تكتشف أنه 102 مو ذاك المبلغ السيئ على كل المواصفات على كل هذا على الضمان البطل تكتشف أبدا أن المبلغ هذا مو سيئ مرة ثانية شكرا لكل شخص وصل لهذه المرحلة من الفيديو لا تنسوا نبدعم بلايك سبسكرايب وشير للفيديو ونقطة مهمة حسب إحصائيات اليوتيوب 90% من المشاهدين القناة لا يتابعون حساب زر الفولو أو السبسكرايب يساعدنا كثير في أن نوصل للشركات أكثر يساعدنا كثير أن نجيب سيارات أكثر ونسوي ربيوز أكثر ونوصل لكم رأينا بكل صراحة عن كل هذه السيارات اكتبوا في الكومنت وش السيارات التي حاب أن نتكلم عنها مستقبلا ونشوفكم في فيديوهات الجاية